كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إيف ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية الوزيرة الكونغولية نقلت رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فالكسا تشيسي كيدي تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية والتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة كما أعرب الرئيس الكونغولي عن التقدير العميق للجهود المصرية الحفيثة بقيادة السيد الرئيس للدفع بالأجندة الإفريقية في إطار قضية تغير المناخ وذلك بهدف دعم الموقف الإفريقي الموحد والعمل على التفعيل الكامل للمبادرات الإفريقية المطروحة بما يؤكد وحدة الموقف الإفريقي ويسمح بتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ومراعاة شواغلها سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة مؤكدا في هذا الإطار على ثقته في أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل خطوة محورية لحشد الجهد الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة أو من خلال العمل الدولي للحد من أسبابها ومواصلة جهود خفض الانبعاثات من جانبه نقل السيد الرئيس تحياته إلى أخيه الرئيس تشيسي كيدي مؤكدا سيادته مواصلة مصر دعمها ومساندتها للقنغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنصيق والدعم المتبادل كما أكد السيد الرئيس الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف تغير المناخ على الصعيدين الإفريقي والدولي خاصة من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شرم الشيخ والتي تستهدف محاولة الوصول لتوافق حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الصدد الأمر الذي يعد استكمالا للدور الذي بدأته مصر منذ عام 2015 وحتى 2017 عندما رأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ مشددا سيادته على حرص مصر على الانخراط الجاد والتنصيق وحشد الدعم اللازم لدول القارة الإفريقية لضمان تكيفها بشكل عاجل وعلى آثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل فضلا عن العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الإفريقية ولصالحها وذلك لضمان خروج قمة شرم الشيخ بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة آفاق دفع الجهود الإفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية بما يساهم في وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ